شغلتنا بروفيسيونال ما منلعب اسم اليسر رحباني بديو يضل على راس السطح وما فينا نمزح بهيدا المنهج ولا بالتعليم ولا بالكورتي الأسازة وبديو نشوفه الكاركتير يلي هو محبب كارحباني كيف أنا بتعاطى معهن هون ما بدك تعمل شوك للأهيلة بديو يظهروا مثل ما فاتوا مبسوطين متأملين ويتأملوا وأحلى يظهروا مبسوطين أكتر هذا بيخد مني تعب لأنه انت متل بودين مدرسة بديو يكون لبق بكل كلمة عم بيقولها ويكون بروفيسيونال بحكي كيف بديديرهم للولاد هيدا الولد موهوب لا مش موهوب للموهوب للغنى موهوب للأسترمان بدي انتبه ماشي قللهم إيه تسجلوا كيف ما كان نميري أنا ما بيسمحني سجل الناس إذا مش طالع منهم شي كرمي للمساري خلالي يكون كلير إذا حدا مثلا عملت له فحص أو تاست أو أي شيء وحسيته منه خرج بتقول له منه خرج أنا مثلا إذا عنا تعتبر بكلت ألف تلميذ أي من الألف اجتماع كل إنسان بدي يشوفه أكتر شيء بالأكوين اللي بديو يغني اللي بديو يدق أنسترمانه منه مشكلة إذا مش موهوب لأنه الأسترمانه ما بدو موهوب بدو قراءة يعني مثل في المدرسة بتفوت A بتقول A B B دو بيقرد دو بديو دو بينما المغنى بدي أفحصه بغير نوع يعني بديو يشوف المغنى هو آلة موجودة فيك هن الأوطار لا بتشوفها ولا بتلمسها بتحسها يعني يا عندك أذن موسيقية جاية من الله اللي أنا ما فيني علمك إيها مننا بنطلق حتى سجلك بالفوكاليز وقال له ما بسجلك يعني إذا أعطيتك أنا نوتيت تلحقني فيهم وما لحقتني فيهم يعني أنت ما عندك دينة موسيقية بيقل لأهله حرام بضيعوا وقتكم مصرياتكم أو إذا واحد من عمري وعمرك عم بيتعلم في ناس أكبر مني ومنك عم بيتعلموا بيقل لهم بروحوا على شي تاني ما تغنوا بس إجمالا بس إخير ملاحظة تسعين بالمئة من الكرة الأرضية عندها دينة موسيقية بس ما بتستعملها لأنهم بزنس مانية مدرب منوكة محامين بس عندهم دينة موسيقية وما بيعرفوا بس قليل تكون واحد ما يلحقني لما أنا أعطيت تاست قليل بس إجمالا أنا سهران على كل هالشي وهذا بيخذلي من وقت وأنا ما بقدر كون أنا five stars الأكاديمية بضضلها five stars ما بقدر يعلم وأنا بعطي ستيفيكات وشهادات رح نحكي رح نحكي عن الأكاديمي شفتني مؤابة لشو شفتك بمؤابة عبر الام تي في هيك فيديو موجود على سوشل ميديا بيسألوك في أنه هو الأشخاص يلي عم يجوا يغنوا عندك ما عم نشوفهم عم ينتشهره أو هيك قلتنوا أنه أنا ماني زوفويس أو هو السؤال أنه ما بعرف كيف كان مركب السؤال أنا السؤال كتيبة يعني ما فيه حدا عني يحكي ماني زوفويس أو سوبرستار أو whatever أنا مدرسي بس مية بالمية بس اليوم الرحيبني عبر تاريخهم صنعوا كتير أشخاص وقدموا كتير أشخاص هالمواهب يلي عم تقطع على عندك مثلا ما بتوجهها لأوين تروح ما بتجرب يمكن تقطع في حدا أنت تستسمر فيه تقدم صناعة رحبانية جديدة جوابك فيه شقين أول شي بدك تعرف أنه 80 بالمية من الأهالي من الناس الكبار أو صغار جايين على المعهد ما جايين للأضواء جايين للبيس أوف مايند هني للكلتور للسقفة لقلهم انتوا بسطوا ببيتهم بس أكيد إذا قدمتوا ما هيزعلوا بلا فيه ناس ما بدنوا عم بقلك 80 بالمية أو أكتر جايين بس تتعلموا بيانو وفيلون وطب لبيتوا ويغني ببيتوا هال 10 بالمية المحقول تجي أكتر إيه لما بالاجتماع قعد معه بيقوله انت لوين فكر توصل فيه ناس من عمرك بيجوا معارفين أنا بدي أوصل أني أصير غني آه بدك تغني أياه ستايل وين بدك تكون درجة تانية بدك تغني بعض السلال يعني مش المطر بالأساس بدك تكون انت المطر اللي بيجي بعد ما يطنطفه العالم تيمسحه فيك أنا ما بيقبل أنك تكون هيك بعليه بساعده بسيكولوجيكما مثل ما بيستعمل الشئ طبعي الفنان بالستوديو مش كمدير مدرسة صارت بس مثلا تطلق حدا تطلق حدا بجود كوليتي مثل ما أنا بدي يكون بدي يكون عمر على سنين لأن بيجوا عندي أقويت أنا فرم سكراتش يعني لفل زيرو ما فيك تطلقه هيدا بدي يمروا على سنين تسيير بروفسيوني إذا بيغني هلا عنا مثلا ألين سابا بترابلوس ألين سابا أخدت الفينل لفل سفين توئيد بالطرب شرقي صارت مطربي أقوى من كل المطربيين بس هي بدت تشتغل بدت تعمل فيديو كليبيات حرة أنا فيني إطلاقة أو ما فيني إطلاقة غير موضوع بس هي هلا هي أم وعند أولاد وخلص وتصدقت من وزارة التربية الشهادة لأنه دايما نبقوا لما نوصل على البكالوريا آخر لفل بتصدق من وزارة التربية وملزقين الشهادات عندي بكل الفروحة لتصدقوا من وزارة التربية حتى ما يكونوا عم فنس وبيحكي لللبنانية مثل غير أكاديميات يعني في كثير منهم بيفتحوا أكاديميات ما بيصدقوا بقلولك نحن كمان بس فرجوني شي هلا نحن عنا صار كذا واحد وصل للفاينل لفل مثلا بالطابلي بالجيتار بالفوكاليز هلا فيه كمان شاب اسمه سامير عتر من ترابلوس سموه سام عتر عمل فيديو كليب على الام تي في شعره هيك سبايكي أشعر طويل هيدا مثلا كمان هيدا بيحط يعني من مدرسة وديع الصافي بيحط الكل بجيبته وعمره هو عشرين سنة بس أنا مني رابطه بس أنت ما مني رابطه أنت مش أنت عم بتصنعه هيدا مقصود عم بتعلمه عم بتعلمه بس مش عم بتصنعه تحت راية الرحباني بلا عملني له فيديو كليب لابتهالي الدينية من ترابلوس صورني له كليب عحسابنا عحساب الأكاديمي عدما عجبنا فيه لسامير اسمه سامة لا وسجلني له بالستوديو مع فيديو كليب بس قصوير بره بترابلوس قدام الجوامع وجو حلو وغنى هو ابتهالي ابتهال معمول بمصر هيدا رجعت عدته أنا التوزيع وسجلت له عحسابي وصورني له عحسابنا على الأكاديم لأنه في منه بس عم بقلك هي غنية ما مرأت على التيفي لأنه هي دينية هلأ غنية التانية لما استلموا مناجر أنا ما بدي استلم حدا عملونه غنية ليش لأنه ما معي وقت ما أنا حدا اللي بديوصاله السيحة الفوركاتس لما عملتهم أنا أوكي واثابين ما كان عندي لاوليد ولا كنت مجوز ولا كنت عندي أكاديمي أنا صرت غير مطرح أنا صرت ابن بي أنا أقول شي فكر ببين أوكي ابن بي عم بحكي ساس فيجوري معنا مجازي أنا عندي هدف الياسر رحباني بحياتي ما بيتركني ولا ثانية ما عندك هدف كمين غساني رحباني لا إذا شفت سيارته لا إذا شفت البيانو طبعه لقى زوجت مكتب وسكني ومش عم بي جرحي مش عم بيسكر يعني إذا بتشوف هلأ إنستجرام واحد بقيت لي شاب من أمارس رسم بي وأنا ماشي وخيالك طالع علي وإما صارت تبكي لما شايفت الصورة عنا هاي المشكلة نحنا وأنا طلعت من الناس اللي ما بيقدروا إنه ينبسطوا إنه ما صرت الواجهة ما بدي كون الواجهة ردي كان بيضة للواجهة بقى هاي المنطرة أنا عندي لك أولادي ومارتي وبيتي من بعد اللي مرأ من وقت الثورة والكورونا والبانكينج سيستم المخطط اللي تريسمين ناية لنهار أنا مني بمطرح قدر أنت أطلق أحدا أنا بشتغل بالمعهد كود كواليتي بيطلقوا بقدر أعملهم بعملهم ما بقدر أعملهم بطلقهم إني لحالهم أنا بالمدرسة مني معمول إذا هلأ مثلا في ناس صارقوية بالأسترمان بالفيولون أو بالجيطاء عم ناخدهم معنا بالحفلات كان مع بيت عم بيروحوا معنا يدقوا دقوا بالأوركستر عم بيمسطوا كتير كأسبرينس بس هيدا الموسيقى موسيقى بيقبط قد موسيقى ما بيكون نجم هني إذا بدك البدنون ينجم وهني البدنون يغنوا صح أوكي هلأ ألين في ناس مع علما أنه برا في موسيقين مناجمين يعني بأوروبا وأميركا غير موضوع هلأ بيبقى الموسيقى نجم بأوروبا وأميركا بيكون جيتاريست روك ما أنه بحاجة لا ولا مغني بيشتروا له ملايين بس نحن ما وصلنا بالعالم الثالث لهالمرحلة أنه موسيقى مثلا مثل ألان مثلا بديو يعمل سولو جيتار كل الوقت ما حدا بيشتري نحن بديو يعمل الموسيقى اللي بيحبها مش العربي شو سبب السقافة؟ نحن هيدا جزورنا عربية سقافة ولا جزورنا جزورنا بتاعة السقافة هلأ نحن في عنا بكل بلد بكل بلد عربي لبنان سوريا البحرين عمان وينما كان ليبيا تونس مصر في كوميونيتي جماعة الهارلي بيسمعوا هاي الموسيقى البلوز والروك وينما كان إذا رحنا نعمل روك كونسرت بالإنجليزة فيه إلن زبونات بس هاودي ما بيكفوا أقلية الموسيقى بس موجودة ومنغلقة ع نفسها بس لما تروح تقللهم مثلا بمصر فيه بلوز نايت أو روك نايت بتلاقيهم نجوا مثل الدبق بيجوا بتديم شكلهم بتشوفهم مغيرين بقى نحن نحن كمدرسة بيهمني أنا أعطيهم العلم المزبوط وإذا لقينا أنه في مجال نقدر نطلق ومن نضد غسطان أنت رحت بإتجاه الأكاديمية لا تتابع أرسل رحباني أو أرسل ياسر رحباني لا لا يستمر هذا الشي يوصل للأجهز 2015 أنا ما طلعت مفتتحت بتباية كان الوالد وجاءت ضد الفكرة 2014 لما عرضت الفكرة كانوا خيفينين يعني مش ضد أنه بارك ما أجه ناس بارك ما أجه تلميز لأنه تعرف باية عطول بيخاف بيعد العشرة كتير وبسيميست يعني ما أنه أبتميست بالحياة وهذا الشي معه حق فيه يعني ما فيك تكون هالأد مبتهج بالشرق عطول فدين من بيعدل العشرة أقول أنت ترك علي بس أنا بدي سميها عا اسمك لأن بوجودك أنت أنا مني شي يعني أنت كأنك عم تفتح اسم مدرسة باسم موزار أو باسم شوبان أو باسم بيتوفن ليس رحباني عصر رحباني يعني منصور رحباني يعني أنا عم بفتحها باسم باي ولما بدك تحط اسم باي بدك تشتغل دوبل عالكواليتي لأنه جايين عم يقروا الناس ليس رحباني يعني بده يفوت يشوفوا هالخمس نجوم بالمستوى ما بدهم ينصدموا وهيدا منشين هاك كتير أخذ من وقت أنه نط من فرع لفرع لفرع على الطرقات حتى قابل كل الناس ما سيعملت فروعة كتير مش كتار بدهم يكتروا أكتر حبيبي قريبا بس أنه كترتهم هي أحسن لأنه في ناس ما بيدرويجوا من مناطق بعيدة بدا نروح لعندن كتير بيطلبوا مننا على الإنستجرام وعلى الفيسبوك أنه يراد في بزحلة يراد في بشوف يراد في بالشمال بعد يراد في بالجنوب ويراد في برد لبنان عم نفتح برد لبنان وفي عدة مجموعة من الأساتذي بعلموا أكيد بكل معهد في أساتستو أساتذي مثلا أنا عندي 23 أستاذ بتبين وشرحوا بالسودكو وشرحوا بترابلوس ومعنين أقراب على المنطقة وشاطرين هني شو الأستاذ بالنهاية الأستاذ هو موسيقى أوى أنت بتعرفه أنا مثل مختار في لبنان بعرف كل ولد المنطقة كارك المنطقة هي لبنان يعني بكل منطقة بكل منطقة في لبنان بعرف مين الشاطر تبه مش كل موسيقى فيرتيوزو مثلا مثل نحسو بجهاد على فيرتيوزو على كامانجا بس يمكن ما يقدركن استاذ كل نص ساعة بغيق التلميذ وبعضه بيطلع عن بيتحك هيدا نبي عن شب يعني عن كيف بيطول باله بيطول باله بيطول باله بيطول باله من كل الكاركترز من ولاد صغر خمس سنين للبيت للإمت للشباب للنسوين للكبار للبنات بديو يتحمل كل الكاركترز وبيكون داحك كل الوقت وأنا بيقلهم دايما الأستاذ والسكرتار الموسؤولي نحنا مثل الريستوران أنا بحلة معهم طريقتي بس كونا بسيكولوج غسان أكيد العلم هو رسالة مثل ما نحن نعرف وكل شيء ما نفتح مدرسة أغلق سجنة إذا أجر عندك حدا مساء بده يتعلم بس ما نقدر ماديا بتستقبله منجرب إنه نعمل بس ما بنقدر لأنه نحنا عنا واسازة بدون يقبضوا نحنا عنا مشكلة الأسازة عم بيهاجروا طب إذا أنت ابنك أنا كتير يا الله شو بيحبه وانتبه بالموسيقى إذا التيتشر والأستاذ منهم عن فرد موجة ما بحياته بيقدير تتعلم موسيقى مش بالمدرسة بالمدرسة يمكن مثلا أنت كتب المدرسة يجيبو لك أستاذ قواعد ما بتحبه عربي بترك تتحمله هاي المدرسة جابته عنا بالأكاديمي مش مضطر أنت تتحمله عم بيتحملني إيه لأ يعني إيه هاي دي أنت عم نحكي من المزح بس إجمالا إذا الأستاذ والتلميذ ما اتفقوا ما دنا نغير الأستاذ يعني بيفط على غير الأستاذ عننا كذا أستاذ لبيانو كذا أستاذ الفيولون كذا أستاذ للدرامز كذا أستاذ للطبل يعني مش إنه ما عندنا غير الأستاذ أو بدك تفل ما انبسط بعد شهر بيقولوا للأهالي والله معن بيلتلقوا عال بنغير الأستاذ لأنه المعهد الموسيقى بيقول لهم ماش جيين تدرسوا جيين تلعبوا نحن جيين نزيد لكم بسمع بحياتكم مش نزيد لكم تقل درس هاكتافكم هادي بيبسطوا فيها الهيالي والولاد لأنه رح لك الصراحة ما حدا بيقول بالعالم أنا عم بتدرس أنا عم بلعب بيانو أنا بلعب بيانو بكل العالم هادي معترف فيها مش درس فمن هالمنطلق بدك تقل له هادي شغلة بيحبر إنسان ما حدا جابره يجي يعني إن كان تين اجر أو كان أكبر مثلنا أو كان أكبر مننا بدي أقل له أنا بدي منك شغلة أنت هادي بينسوا الناس أنت بتجي مرة بالجمعة لعندي مش كل يوم مثل المدرسة مرة بالجمعة يعني كل تنين ساعة ستة للستة ونص هادي موعدك رالف بديك تجي وعندك بس وين الهم هالستة أيام اللي بدك تقل فيهم بالبيت بدك تراجع لأ تعنيك إيه براتيك حتى لما تجي جمعة البعضة تتقدم وما تزهق ما تمل تنادر نوصل على الشهدات نطلع لفل وان تو ثري تنبسط أنت هادي البطل هادي بخصات بيعملون اي انا يعني بيبلش للإنسان في كتاب بدي يخلصوا لما يخلصوا للكتاب يعني يطلع لفل بيقل لي الأستاذ مثلا بيقل لي للسكرتير بيقل لي لأمسي غسان أنه صار فيه مثلا رالف صار رادي يعمل إكزامان بعد جمعتين بدينا نعمل له إكزامان بلوني اللي حضروا حالكم ركزوا على القطع بكن دقوا ليهم ما تركزوا على كتير قطع لحتى ما يغلبت وانا نصوره انستجرام وفيسبوك لازم ولا غلطة إذا كان لفل صغير منحط كونكرتشوليشن لفل وان تو تو إذا كان فاينل منحطه سفن تو ايت ناين تو تان إذا فاينل وبدوا يبين قده قوي عرف كيف منحط له ستوري بيمبسط شهيته تصورت طلع في ناس عم يجيبوا قوي خمسمائة ألف مشاهد في ناس جيبوا مليون مشاهد بس في مرة الناس لحقته بشكل إخوتنا من كل العالم ما عدنا نصدق هذا زيح القراج بيطلع تبع الفيسبوك سكر سكر آخر شيء يعني تير حلو وانا مبسوط جاي يقولك من الأهالي نحنا في ناس من عمري هذا الجيل من عمري صار بيعتبر حلو بالعالم التالت انه صار فيه فئة بتعتبر انه أول اكتيفيتة بعد المدرسة لأبننا أو بنتنا هي الموسيقى قبل التاكواندو وقبل السبور وقبل اليوغا وقبل السكوت وقبل حلو هاي دي إذا كترت حلو لألك لا يا أخي يا أخي إن شئة أو أبايت عم بحكي إن جانرال شلد 2% من الزعران كل الفنانين يلي بيدقوا الموسيقيين أو بيغنوا هن شعب أوادم هن بيذقوا اللي بيعزفوا واللي بيغنوا 99% منهم أوادم بيصيروا بالحياة يعني مهزبين لبقين شلد 2% نسبة العرش إذا بتحب موسيقته أو ما بتحب موسيقته غير موضوع بس بيكون هو مهزب يعني بيسلم عليك بتهزيب يعني منه أزعر بالحياة مين لـ 2% اللي شلدت 2% يعني عم بيحكي من نوع الناس مش عم بيحكي عن شخصين عقول 2% ما مين إني لا هاي دي مش بطولة لألك لا إذا قلت هلأ اسمهم بدي ضالني أنت سبعة شهرين ثلاثة ولادي بقى شقولولي بتخاف من الفانس لا مش بخاف أنا كلمة لولادي مع أنه يفكروني غلطان أنه أنا ليش تغير كاركتر غصان يلي كان يسمي لا بسمي بس إذا فيه لزوم تقبرني بس كنت تسمي هلأ ما مسمى معروف هلأ عم تستدرجني وأنت عارف مين أنا عم بحكيك إنه إجمالا اللي بيتهزب اللي بيتهزب نفسيا بيتهزب نفسيا بيدرس موسيقى واللي بغني كمان إجمالا بيكونوا أوادم بقى من هالمنطلق جورج صافي كان بالأكاديمية كمان صديقي بقى إجمالا الفان بيهزب الإنسان بقى كيف فكلما يكتروا تلميذ كلما كان عم بيتهزبوا بيبنوا وطن أفضل بيصيروا مراية لوطن أفضل لمستقبل أفضل كيف السمراج بهالأزمة